مرة أخرى أهلا بكم وافق مجلس العموم البريطاني على قانون يسمح لرئيسة الوزراء تلزمائي ببدي مباحثات الخروج من الاتحاد الأوروبي القانون أيده 494 نائما بينما عارضه 128 فيما يتعين الحصول على موافقة مجلس اللوردات حتى يصبح القانون نافذا بعد سبعة أشهر من التصويت الشعبي التاريخي على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نجحت رئيسة الوزراء تلزمائي أخيرا في انتزاع موافقة مجلس العموم من خلال تمرير مشروع قانون يمنح لها الضوء الأخضر لبدء المفاوضات وفي جلسة استمرت حتى منتصف الليل صوت 494 عضوا في مجلس العموم البريطاني على مشروع القانون في حين رفضه 121 عضوا بفضل الأغلبية التي يمتلكها حزب المحافظين الذي تتزعمه مي في البرلمان تم رفض تعديلات طالبت بها المعارضة ومنها الحصول على تقارير دورية من الحكومة على تطورات المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي إلى جانب التنسيق مع حكومات سكوتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية وينص مشروع القانون على دعوة صريحة لمجلس الأرداد بسرعة إقرار المواد المنصوص عليها بالقانون وإحالته للقصر الملكي للبدء رسميا في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي في شهر مارس المقبل أما عن تبعات الانفصال فقد توقع مركز بحثي تابع للاتحاد الأوروبي في بروكسل أن القطاع المالي البريطاني سيتأثر بصورة كارثية حيث سيفقد 35% من خدماته المصرفية ونحو 30 ألف وظيفة فضلا عن أعمال اقتصادية قيمتها نحو تريليون وثمانمائة مليار يورو حالة من الترقب يعيشها البريطانيون مع بدء عامين من وفاوضات يبعها خروج من الاتحاد الأوروبي والسوق الموحدة ومحكمة العدل التابعة للاتحاد فيما يظل التساؤل مطروحا حول كيفية تجنب الخسائر المتوقعة وألية التعامل مع المهاجرين ترجمة نانسي قنقر